السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شخص بحب دايماً يدور على إيش جديد وعشان هيك أنا رحت ودورت على فرص عمل غير الشغل اللي أنا بشتغله لحتى فعلياً أشوف إذا أنا ممكن ألاقي شغل أحسن وإيش نوعية المقابلات أو إيش حيثيات المقابلات اللي أنا ممكن أخوضها لحتى أتعلم ويصير عندي experience أقوى فاللي صار إني أنا رحت فعلياً شفت فرص عمل عددها مش قليل يعني رحت على أكثر من مكان عمل لحتى أشوف أنا هم كيف بيقابلوا إيش الأسئلة اللي بيسألوها كيف بيعتمدوا إنه هذا الشخص مناسب لمؤسستهم أو لا وبرضه رحت لحتى أشوف إيش نظرة هاي المؤسسات أو نظرة أصحاب هاي المؤسسات أو المدراء بست منقبة أو بنت منقبة جاي تشتغل عندهم فعلياً كان الموضوع في البداية ممتع جداً لإني أنا حدا بيحب الأشياء الغامضة شوي يعني بتكون بالأول إنت مش عارف إيش اللي عم بيصير بعدين بيبلشوا يسألوا بعدين إنت بتنتحن هذا الجو كله أنا كثير بيحبه أكثر من وكان رحت وكانت الحمد لله مقابلات ناجحة وأنا كنت يعني إلى حد ما راضي عن حالي فجأة فجأة بآخر المقابل بيحكولي إذا بديك تشتغلي عنا بديك تشلح مبدئياً داخل مؤسستنا يعني إحنا ما قلنا في كبار المؤسسة بس مبدئياً داخل المؤسسة أنت لازم تشلح النقاب أو المفروض أنك تشلح النقاب إذا بديك تشتغلي عنا ليش طيب إنتوا شفتوني أحداً مناسب إنتوا عملتوني تست وإنتريفيو وأسئلة وإختبرتوني بكل إشي وبالآخر اكتشفتوا أني أنا إنسان مناسبة لهذا المكان اللي أنا إجيت عشان بدي أشتغل فيه بس لإني أنا مثلاً اخترت هذا اللبس اللي أنا بغطي في وجهي صورت حداً لازم يتنازل عن هذا اللبس عشان أنا أكمل في مؤسستكم أو أكمل المكان اللي أنتوا بدكم يعني فيه لازم أنا أكون الشخص اللي يترك الإشي اللي هو بيحبه مقتنع فيه لحتى يبحث عن فرصة عمل قوية تطوره وتخليه أحسن بالمجال اللي هو بيشتغل فيه أو بالمجال اللي هو بيحبه لازم أنا أنحط بموقف أني أنا أختار يا إما أني قابل اللي أنا عن جد متعلق فيه ومتمسك فيه وأنه يعني أنا ممتنة إله لكثير أشياء أضاف لياها لحياتي ولا أختار شغفي وشغلي والإشي اللي أنا بحبه سؤالي هو ليش أنا كإنسان اخترتني أنا أكون ناجحة بالمجال اللي أنا بحبه وأختار لبس معين أنا عن جد مرتاحة فيه بكون مجبورة إني أختار واحد منهم ليش ما أروح وأعمل كل إشي نفسي فيه كل إشي أنا بحبه وبنفس الوقت أضل لابس اللباس اللي أنا بدي إياه فالموضوع أنا مش حسيته كثير صعب يعني أنا حاليا صح أنا المنقبة الوحيدة بالمكان اللي أنا بشتغل فيه بس ما حدا عم بحسسني أنه فيه إشي غريب بلبسك أو فيه إشي عم بيخليكي غير عنه يعني بشكل بشكل سلبي بالعكس الكل عم بيحتويني وبيتطلوا على شخصيتي وبيتطلوا على تفكير وبيتطلوا على قناعاتي وما لهم علاقة بلبسي أنا حر ألبس اللي أنا بدي إياه بالآخر يعني إذا أنا اخترت أني أغطي وجهي فهذا شيء بيرجعلي لما أجي لمكان هو مش مكان مكان أجنبي مثلا أو مكان اللي فيه هما مش مسلمين لا هما بيكونوا مسلمين وعارفين النقاب أنه النقاب جزء من الإسلام لكن عندهم طريقة تفكير معين أو عندهم دريس كود أو شيء معين له علاقة باللبس أنه لا ما في تلبسي هذا اللبس داخل المؤسسة فكان جوابي أو كان ردي بعد تفكير أكيد وبعد ما استشرت اللي حوالي نضغط علي بقناعات معين صراحة لأنه أنا يعني بلشت أتأثر باللي حوالي بسبب تغير مكاني بسبب أني أنا كنت أدرس في الجامعة وانتقلت لمكان سكن جديد بسبب أني تزوجت وبلشت أتأثر بالناس لي حوالي هون المكان هون الحياة فيه أو الفتن اللي موجوده فيه أكبر بكثير أو أكثر بكثير من المكان اللي أنا كنت عايشة فيه وكنت أدرس فيه فاللي صار أني أنا أعطيت موافقة مبدئية أعطيت موافقة مبدئية أنه أنا تمام بدكم يعني أني ما ألبس النقاب داخل مؤسستكم أنا ما عندي مشكلة ومش الموضوع وخلص كانت الأمور تمام وهذا شرطهم الوحيد وأنا أموري كلها تمام سبحان الله كل الفرص أنا ما عم بحكي عن فرصة واحدة ولا عن تنتين أنا عم بحكي عن أكتر من ثلاث فرص خيالين؟ يعني بنفس هذا الشهر اللي أنا كنت فيه بدور على شغل أو كنت بدور على فرص عمل ما لقيت واحدة أو تنتين أو ثلاثة وبس لا أنا كنت أكتر من ثلاثة كل واحدة فيهم بعدها بعد ما كنت أوافق أنه تمام أنا ما عندي مشكلة أني أشتحني قاب في مؤسسة العمل لكن خارج المؤسسة أنتم ما لكم فيه للأسف أو مش للأسف يمكن هذا يعني الحمد لله يعني هاي ممكن إشي كويس بعد فترة بصير بس ننتفق على بعض التفاصيل بتصير مشاكل يعني بصير أنه هذا المكان ببط المناسب إما بسبب الراتب ما بيكونوا تبقين على الراتب أو المواصلات أو المكان بعيد أو بلا 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 يعني بيكون فيه شوية أشياء هيك بتأثر علي أو بتأثر على الموضوع ككل مشيت الأمور عادي وظلت في مكان عملي الحمد لله أنا حدا يعني فلكسبل كثير بتعايش بسرعة يعني بتقبل أي إشي وأي تغيراتي بحياتي بتقبلها والحمد لله وثقة من حالي وراضي عن حالي إلى حد كبير الحمد لله رب العالمين نسيت فكرة أنه أنا يعني أنا تنازلت أنا لما حكت لهم أنه تمام أنا رح أشلح النقاب ما دافعت عن النقاب ولو حكت لهم أنه أنتوا ليش بدكم يعني أشلحوا ليش ما يعني حتى ما أناقشت بالموضوع أنا ما فقت على طوله بدون أدنى أخذوا عطا أصلا يعني ما أخذوا عطايت معهم بعد فترة بتعرف على صبيه بتجنن يمكن هي بتشاهدني الآن شكرا إلها كتير بنت هي ساكنة في بريطانيا بنت لطيفة رقيقة عندها التزام اتعرفت عليها لغتها الإنجليزية قوية جدا بحكم أنها عايشة في بريطانيا أخذنا الحكي وهي طبعا تعرفت علي من خلال قناتي على اليوتيوب صرنا نحكي مع بعض وندردش فمازحة كنت أحكي لها أو حكيت لها أنه أنا إذا إجيت على بريطانيا أنا مش رح أظل لابس النقاب لغم إلا أنا رحت على تركيا وظلت لابس النقاب لكن هذا الوقت حسيت أنه بهذا الوقت عم بتزيد الفتن فالتمسك بالنقاب تغير شوي عن زمان أول ما لبسته وهذا الشي يعني أنا مش مبسوطة فيه أبدا وبحاول قدر الإمكان كل مرة أسترجع ثقتي بنقابي وحبي لنقابي وقناعتي بنقابي لأنها بتأثر على شخصيته وبتأثر على عطائي وبتأثر على نظرتي لنفسي قبل أي شيء فبنحكي مع بعض وحكت لها أنه حكت لي أنت إذا إجيت بريطانيا رح تتمسك بنقابك أكثر من تمسكك فيه الآن فأنا استغربت يعني استغربت أنه هي الأشياء التي حكيت فمن سياق كلامها يعني لأنه حكينا كثير حكت لي أنه في عدد كبير من البريطانيا أو عدد يعني عدد منيح ما بدي أحكي كبير وهو الأمر أو أبالغ عدد منيح من المنطقة اللي هي جديدة منها أو حواليها عدد منيح من البريطانيات المؤثرات المسلمات سواء من المماطنين أو اللي يجو على بريطانيا وعاشوا فيها عدد منيح بيربس النقاب ومؤثر وبيطلع على الشارع وبيطلع بيشتغل وبيطلع كذا وما عندها مشكلة بالنقاب وبالعكس بتتعرض لأذى أكثر بأضعاف من الأذى اللي أنت بتتعرض فيه لأنك أنت بالآخر شو الأذى اللي أنت بتتعرضي له ما تنجب لي بمكان معين ممكن تنجب لي بأماكن ثانية مرة في السنة حدا ينتقدك لأنك لابسة نقاب مثلا لأنك بالآخر عايش بدولة عربية بدولة الموضوع النقاب عندهم موضوع يعني متعارف عليه أو هم بيعرفوا إيش والنقاب أو شايفينه دائما إيش مألوف لإلهم بينما هناك هم أصلا الإسلام بالنسبة لهم لسه لسه مش مخدين عليه نيح مثل معنا هون لسه في عندهم بعض المشاكل مع المسلمين والإسلاموفوبيا اللي في العالم كله فشوفوا حجم الأذى اللي هم بيتعرضوه في بريطانيا أو في أماكن الغربية أو سري بعض الدول الغربية وبتلاقي نيساء لابسات النقاب وبيحكوا بلغة بريطانيا اللغة القوية وبيطلعوا للشوارع وبيطلعوا يشتغلوا وبيطلعوا رياضيات وبيطلعوا عندهم مشاريع وبيحكوا ليش إحنا نتنازل إحنا فياليا ليش إحنا مكون دائما الفئة الأضعف ليش أنا عشان أشتغل بهذا المكان لازم أتخلى عن النقاب طيب أنا إذا تخليت عن النقاب وهذه تخليت عن النقاب وهذه تخليت عن النقاب وكل واحدة فينا عشان توصل لهدفها تخلط عن الاشي اللي هي متمسكة فيه ومقتنعة انه مية بالمية هو صح مقتنعة انه بيحميها من كثير فتن حواليها مقتنعة انه طول ما هي لبسيته بالشكل الصحيح هي طول ما هي ماشي في الشارع تاخد حسنات انا فعليا ما بضمن حالي بعد ما اشلح اللقاب هل انا رح احمي حالي من فتنة اللباس مثلا من فتنة الفاشن من فتنة الميكوب ما بعرف صراحة ما بقدر اضمن حالي لهيك انا ممتنرة انقابل لانه لانه فعليا بعد ما بقدر احكي انه حماني من هاي الفتن كلها تمام كلامها هزني رغم اني انا عندي معلومات عن هاي الامور بس ما كنت اراجحها اول باول فقعدت فترة ما اتابعهم على اليوتيوب وما اشوف هاي الامور كلها كلامها هيك هزني من جوة ورجعت لصواب اني انا عن جد ليش انا تنازلت وسبحان الله لما اجيت بدي اتنازل ما تيسرت يعني انا رغم اني انا تنازلت اه هو بالاخر العمل رزق انا ما تيسرت اموري طمام اه اه رجعت لفكرة انه انا عن جد قوية في ليش انا ليش انا اضعف ليش انا اكون عن جدي من الفئة الضعيفة ليش ما اكون من الفئة القوية اللي انا اطلع واشتغل وامل وافرجي لالناس انه رغم اني انا لابس نقاب انا قدرت اعمل واحد ناثلات وما ضلكم تتفرجوا علي اني انا انسان ضعيفة أو أني أنا إنسانة منقبة أني أنا مقهورة أو مضطهدة لا أنا إنسانة بحريتي اخترت ألبس هذا اللبس وبحريتي اخترت أطلع للشارع واخترت أروح لهاي الأماكن وبحريتي اخترت أعمل كل إشي بحياتي وأدخل المجال اللي أنا محبه لهيك ما بصح أو مش صح لأي حدا أنه يخكم علينا من ظاهرنا أنه إحنا ببني علينا ستريو تايبس معين أنه إحنا واحد نتلات هذا الإشي مش صحيح أبدا المسج اللي بدي أوصله لكل المنقبات في العالم لكل المحجبات المتمسكات في حجابهم بالعالم أنت قوية ومش أنت اللي لازم تتنازلي إذا هذا المكان ما زبط إن شاء الله أماكن ثانية بتزبط ضلي يعني متمسكة بنقابك لآخر حد لآخر حد يعني لما توصل إلى درجة أني عن جد أنا مش قادر ويا رب ما نوصل لهاي المرحلة شكرا لكم كتير 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 لدعمكم ومشاهدتكم لإلي دايما ولتعليقاتكم الجميلة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته